احسب مجموع كتلة صنجات العلبة اللي لاحظونا عندنا علبة تكون من كنسميهم بالكتلة المرقمة والكتلة الرقمية او صنجات اذا هاد الكتلة اللي لاحظوه وضعوه منها في الجدوى اول كتلة عندنا اياه 1 جرام نبدو بالوحدة 1 جرام ثم 2 جرام ثم 5 جرام اذا نفسهم هنا في العشرة سوف نضيفوا الاسفار 10 جرام 20 جرام 50 جرام هنا 100 جرام 20 جرام 500 جرام هنا قلونا لقياس كتلة 931 جرام نستعمل الصنجات التي كتلها تحقق هاد الصنجات ولب هاد الكتلة المرقمة كنستعملوهم لاش كنستعملوهم لقياس كتلة معينة اذا اللحظونا عندنا 931 جرام اذا 900 جرام ما عندناش هنا في الجدوى عندنا 500 جرام اول ملاحظة اخداوه ذاك العادات وش ندروا لي فكوه اذا غايقوموا انقوموا بالتفكيك اذا 900 جرام اذا لاحظونا في رتبة تسعة فرتبة المئات اذا 900 جرام اذا 100 جرام سمضح اذا ندرق 500 زائد 200 جرام 500 زائد 200 جرام أنقوموا في رتبة 200 جرام ثم نفكها 30 جرام ثم نفكها إلى 20 زائد 10 ثم زائد 1 إذا لاحظنا في الجدول 931 جرام أخذنا 500 جرام 200 جرام أيضا 1 100 جرام 200 جرام 100 جرام 1 10 جرام أخذنا 1 ثم 1 بالنسبة لـ 1 جرام هناك يقول لنا أحدد الصنجات لقياس 780 جرام هنا بالتالي لاحظنا عندهم خطأ نحن وضعنا هنا في الجدول 870 جرام ستصحوا معي في العود 7 ستقوم بـ 8 وفي العود 8 ستقوم بـ 7 ستعاكسهم يعني سيصبح لنا العدد 870 جرام باش تقدر تجعل الجدولة هي 870 جرام و 637 جرام باستعمال الجدول إذا أول شيء 870 ستقوم باستعمال الجدولة لأنه ما عندنا هنا 800 جرام إذا نقوم باستعمال الجدولة 800 جرام إلى 500 زائد 200 زائد 200 زائد 100 لأنه 500 زائد 200 هي 700 و 700 زائد 100 وهي 800 70 هنا زائد 50 زائد 20 والعشرة و بالنسبة الوحدة ما عندنا لها صافة إذا 50 زائد 200 زائد 200 نرجع الجدول إذا هنا بالنسبة ال 500 إذا ما نأخذنا من الوحدة 1 بالنسبة ال 200 أيضا 1 بالنسبة ال 200 ستقوم باستعمال 1 بالنسبة ال 100 أيضا 1 50 1 و 21 نمر ال 600 و 37 إذا نفكوها لأنه ما عندنا 600 غرام إذا نفكوها 600 إلى 500 زائد 100 إذا 500 زائد 100 رئيس 600 هنا 30 غرام نفكوها إلى 20 زائد 10 لأنه ما عندنا 30 غرام إذا ندره 20 زائد 10 اللي هي 30 زائد هنا 7 أيضا طلحتوا ما عندنا 7 غرام نفكوها إلى 5 زائد 2 اللي هي 7 إذا الكتل اللي استعملنا 500 غرام استعملنا 1 بالنسبة ال 100 غرام أيضا 1 توضع 1 20 1 10 1 1 5 1 مرة واحدة زائد 2 1 إذا نتمي أكتبوا العدد المناسب عندنا 3 قنطار ما تساوي من كيلو جرام إذا أول شيء سنستعمل هنا الجدول ى ما تريد أن أكتبه سنستعمل هنا الجدول ما تردد منua ثلاثة ماذا؟ قنطار أستعمل خانات القنطار ونضع ثلاثة سننوضع الوحدات في القنطار وهي ثلاثة ما هي الوحدة التي تريد منك؟ الكيلو جرام إذا نتمي بالأسفاية الكيلو جرام اصبحت لدينا 300 كيلو جرام نمره الثانية 2 طن نحول الكيلو جرام نضيف الأصفار نتميم هنا بالأصفار حتى نصل إلى الكيلو جرام اصبحت لدينا 2000 اصبحت لدينا 2000 هنا 500 كيلو جرام ستساوي 5000 كيلو جرام إلا ما بنشدنا ونوضع الجدول نضيف 5 كيلو جرام طلبنا نحولها إلى الكيلو جرام نتميم هنا بالأصفار حتى نصل إلى الكيلو جرام اصبحت لدينا 5000 هنا 5 كيلو جرام نضيف 5 كيلو جرام تساوي رo نضيف 5 كيلو جرام نضيف 5 كيلو جرام نضيف 5 كيلو جرام احيطه بخط الكتلة المناسبة في كل حالة اذا نلاحظه عندنا هنا كتلة مصارح اذا نشوف القيمة دياله واحد طن يكبر بكاتير عشرة كيلو جرام صغيرة جدا بكتلة بالتالي واحد قمتار هي القيمة التقريبية ديال كتلة المصارح نمر الكتلة العربة عشرة كيلو جرام صغيرة جدا واحد قمتار مع واحد طن بالتالي العربة عندها كتلة اكبر بالتالي نوضعه واحد طن نمر الكتلة بقلم الجاف عندنا هنا قلم الجاف الكتلة ديالي يعني تكون خفيفة بالتالي عندنا نستقنطار هنا اكبر ستا كيلو جرام ايضا اذا الكتلة المناسبة هي ستة جرام بالنسبة الكتلة الفقر عندنا هنا واحد جرام نعدينا واحد ديكا جرام وواحد هيكتو جرام بالتالي هذه الكتلة بالتالي عندنا اكبر هنا اخر اذا الكتلة المناسبة هي واحد هيكتو جرام هي الكتلة المناسبة للفقر لان واحد هيكتو جرام اذا نلتقل في فيديو اخر درس جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة